السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي هلنا ان شاء الله نتكلموا على معرفة النباتات المدرة بالنسبة للأرانيب يعني كنا مشي في اللاحة ما يمكنش اننا تكون عندنا وحد الخبرة فهذا فهذا المجال هذا يعني هل احنا عندنا الارانيب ادرنا لهم الدوا يعني ديال تسمم المعاوي وراني احضرت عليه في حلقات سابقة هاي بارينول دبا جينا اننا غادي مقاونا نعطيه الارانيب ديالنا النباتات الخضراء باش غادي نعرفوا شنا هي النباتات الخضراء اللي ممكن انها اضر يعني القناة ديالنا الارانيب وشنا هي اللي ممكن اتفيدهم يا كما كتشوفوا معايا انا عندي شوية خبرة يعني في النباتات اه بحل هاد هاد النبات هادا هو يعني هاد هو الفوق ديال الخيزو يعني كنحيدو الخيزو من هنا هكا وكي بقنا هاد هاد العرش هاد هاد هو هاد كي موتوا عليه الارانيب كي بغيه بزاف يعني كين الباربا يعني كنقلكم هاد شي في هاد صيف هاد في هاد الفصل هاد عفوا كتكون موجودة هاد هاد الحواج هادو لان هاد الباربا يعني كتشريو يعني الخضر هاد هاد الفروع ديالها او الاغصان ديالها ممكن انكم تستفدو منها الارانيب ديالكم هاد الباربا هاد معروف رقم عارفين اسميه هاد الخص هاد اللفت يعني اللفت كيكون هنا كنحيدو كدكت غاننا هاد الجزء هاد المهم هاد شي كل شي ارا نافع مئة بالمئة للآلانيب الكي باش غادي نعرفوا اشن هو الحواج ديكو تضرهم يعني هذي خدوها مني تجريبة يعني اي حاجة ممكن انها تضرهم هي كتكون في الريحة ديالها حارة يعني بهذه الطريقة كنتشدوها كمثلا اكا كتقرضو واحد جزء هكا وكتقربوه لانف ديالكم وكتشموه اسموه هذي تلقاوه؟ هتلقاوه الحرورة يعني اي حاجة حارة اراها كتقضيع لانف ديالكم ثم كي ينقدية عتني ديال البصلة الجزء العلوي ديالها تا هيكا تقصل الانف البصلة الجزء العلوي ديالها بيال البصلة الخدارية ماشية البصلة المكركبة بما كتكونش في هدكتا العرش الفوقاني اما البصلة الخدارية يني كتكون صغيرة لحجم ديالها هكا وكتكون عندها They might refer again to that هذي كتقصل الاني كتقصلهم نهائيا كي ان الخرشف كذلك عندي واحد شوية هنايا عفوا ها هو هاد الخرشف تهو كي قتل الاني ولكن الخرشف بالطبيعة ديالو راكم عارفين الماداق ديالو الماداق ديال الخرشف انه كيكون يعني حار اني كتقرضو هاكا وتال ما داق ديالو راكم عارفين الخرشف الماداق ديالو كيفاش تهير هذا كي قتل الاني عموما اذا بغيتو تعرفوا شن هو الحويج اللي كي قتلو الاني يعني في النباتات الخضراء يسانوا بالحاسة ديالو كم ديال الشم يعني كي تقرضو الحاجر هاكا هاكا تقرضوها وتشموها عارفو هادك النباترة ما صالحش ما صالحش الاني بديالكم عاوتيني كيفية اعطاء هاد الاشياء هادي ماشي غادي مباشرة تكون ساردة مثلا بحال هادي كتكون في الكوزينة وكتقووا تغسلوهم هاكا كتشوفو هادي مصالحات مثلا كتحيدوها كتقولو صافي هادي نخليها الاني بديالو ما تكون ساردة ساردة وتعطيهوها الاني بديالو يعني مبلالة لا حطوها واحد المدة بحالة بهادي من البارح ويا احطوها شوف راني دايلها فحة الشبكة باش داك الماء كله اللي كان فيها يستقطر لاحظو ان هادا باق ناشفة ناشفة للغاية هادا 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 وغير تخلص منه باش ما يعطيهوش الصغار ديالي يعني الانا دان انا هادي نعطيه كما كتشوفو مالها هادي نعطيه الارنب هادا الصغار كيبغيو بزاف الخص بزاف كيبغيوه انترنا هادا النباتات بها الطريقة هذي اراها تهياء مهمة للآرانين تهياء كينوحد النوع يعني فيه فحال الشكل ديال التفاف اللي دي ما كان اهضر عليه فحال هادا كرا فيه الحليب بالنسبة للأمهات وتا بالنسبة الدكور هاد الحويج هادو اراها بحال دبال القصور ديال اللفت ماشي القصور عفوا النباتات ديال اللفت حتى هي ارا فيها نسبة ديال الخصوبة عالية بالنسبة للدكور بالنسبة للنباتات ديال الباربا حتى هي مهمة بالنسبة للجميع الفئات يعني بالنسبة للجميع الأعمار مهمة مهمة بزاق غيا ما تعطيوش الارانيب ديالكم هاد الحويج هادو وانتو ما بقي ما درتولهمش يعني الدواء اللي كتسبقت تكلمتلكم عليه كاين الدواء اللي هو عبارة عن سيرو هادك TMP TGS يعني TMP شرطة S هديك الدواء هادك الدواء منين كيكون المشكل يعني لقيتوا باللي كين تسمومات في القاطع ديالكم تسمومات معاوية ممكن انكم تديروا هادك الدواء وممكن انكم تديروا هادك الدواء بالنسبة للصغار يعني يالله تفطموا هادك صالح للصغار يالله تفطموا اما بالنسبة للتحصين كتحصين إبارينول يعني بدأ باش إبارينول راني يعني تكلمت عليها في حلقة سابقة ورا دواء فعال أنا مش كن ديل إشهار شي شي شاركة ولا ولكن أنا كن شوف تجربة ديالي دواء بعشرة دراهم ممكن أنكم تعطيوا الأرانيب ديالكم يعني النباتات الخضراء بكل سهولة والخشور ديال الخضار كذلك الاقتصاد وفي نفس الوقت يعني هي مفيدة للجسم ديال الأرانيب ديالكم إذن الحلقة ديال النهار نهار هي عبارة عن كيفية معرفة هاد القشور هاده عفوا النباتات اللي كتكون لأسقة في بعض الخضراءات كيفاش نعرفو هاده هذه رها فالتة كيفاش غدي نعرفو واش مودرة إذا وهنا فالتة هاده خرشف هادها غادية تقادي يعني ما شي كتهزو هاكا وتعطيوهم إلا قلبوا مزيان هاي هاده تهيها هادها خرشف هاده شي ره أنت كان قلبوا مزيان يعني اره ملين دارع طوني هادشي ولكن سوف نحاول أن كل شيء نستفو بيدي ما نعطيه همش هاد الأشياء هادي راها خرشف هادي راها مدرة كيفاش نعرفوا ان هادي مدرة ولا ماشي مدرة سوف نقول لكم قرضوها هكا أي نبات قرضوه هكا وشموه إلا لقيتو فيه الحرورة حار راكي آدي إلا لقيتوه حلو يعني مافيش الريحة اللي مدرة راها هاداك راها مئة في المئة راها صالح كينا قادية واحدة وهو القصبر القصبر راها كيقتل آناني بحتها هو حاولوا القصبر ما تعطيه لهمش المعد النوس مشي مشكيلي المعد النوس مزيان ومشي غي مزيان هو صالح مئة بالمئة للأمهات لي الله وردوه لأنه كي ساعدها لدر الحليب يعطي الحليب واحد يعني تعطيه هم في النهار لول من كي وردوه راكي ولي عندهم الحليب حلي را كم عطيتهم التفاف التفاف را حاجة اخرى هاداك را كي ساعد الأم بزاف وتم إلا ما لقيتوش التفاف ممكن أنكم تساعدوا بالمعد النوس المعد النوس تهو مزيان ولكن بالنسبة يعني عموما يعني طبعا كيفة تعطيعوت والآن أنا الخdas قاتم من أفضل مو الحضائي من الرائحة مننان تكون الرائحة حارة هذك هثك هؤلاء رائعات هذك قال هذي قديم منن انتكون حلوه ذكر بان و لكن انت مخزب تكإنتics هذا انا ما حاجة متحاولوش تكترون من هذا الحاجة بأناえ أنا اعطيموا اليكي مياه خفيفة أه أي يعني تكون ناشفة هنتون مرأة ناشفة هذاك و متكون poorest لاوية يعني تكون باقي عادة قرية ولكن في نص الوقت ما أعطيهم كميات كبيرة يعني كان أعطيهم الخبز جاف السيكاليم الدورة الشعير اللي عندكم لأي حاجة تساعدوا بها عندكم مشي مشكي ولكن باش تقعوا تعطيهم كمياتها كو تعطيهم إلا أعطيهم شي حاجة على قد المعدة ديانهم ولكن تقعوا مداوينهم بأيبا غينول هذا كرا حاجة أخرى هذا كرا كتقعوا تعطيهم وما كي أديهم ولو إن شاء الله يعني بجهد الله إن شاء الله الحلقة دياننا رأي سهلات كنشكلكم على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال مشاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم تكيو لعا زر جيم ما تنسوناش بجير جيم وتكيو لعا زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة